موسيقى أهلا وسهلا بحضرتكم وكل سنة وانتوا طيبين وبصحة وسلامة وخير وما زلنا مع رجال صدقه والدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار السيد الرئيس الجمهورية للشؤون الدينية كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور كل سنة وانت طيب وحشتنا وحضرتك والله اللقاء يومي متجدد يطير ويحط من بلد إلى بلد ويختار شخصية من كل بلد أو أكتر صحيح ونتكلم عن قيمة ربطتها بمصر دا كلام صحيح وإحنا ما زلنا نتقافز معا من بلد إلى بلد ومن شخصية إلى شخصية والرابط اللي يربطنا في كل هذا إنه كيف أن العلم يولد الروابط ويبني الجسور على كل حال شخصية اليوم سنحط فيها الرحال في السودان الشقيق السودان له في وجداننا جميعا كمصريين مكان شديدة الخصوصية وشديدة التمييز نحن في الحقيقة أسر واحدة وعائلة واحدة كلا البلدين العظيمين كلا البلدين العريقين يشكل وجدان واحد مهما كانت المودة والقربة بيننا بين بقية الأشقاء يظل أبناء السودان الشقيق في قلوبنا مكان شديدة التمييز وأزعم أن مصر لها في وجدان السودانيين نفس المعنى فيما رأيناه في السودان في الزيارات المتعددة التي شرفت بها وفيما رأيناه من أشقائنا الكرام من أبناء السودان في مصر هذا مع التأكيد على الأخوة التامة والمودة التامة لكل أشقائنا في مختلف البلدان العالم العربي والإسلامي العالم الجليل اللي احنا هنتوقف عنده النهاردة هو الأستاذ الكبير الشيخ محمد نور الحسن زين العابدين المالكي الأزهري السوداني الشيخ محمد نور عرف بالشيخ محمد نور الحسن ارجع كده إلى جيل قدامى الأزهريين اللي مازالوا أحياء اللي مازالوا اللي هم دلوقتي في سن السبعين والثمانين واسألهم الشيخ نور الحسن يقول لك ده وكيل الأزهر ده كان من السودان فمن العلامات المضيئة الموجودة إنه إحنا كمصريين وكأزهريين يعني نرى الأخوة التامة بيننا وبين أشقائنا حتى وصل هذا إلى ظاهرة في نظر أكثر غرابة وطرفة إحنا عدى علينا وقت يبقى شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين تونسي الجنسية في نفس هذا الزمن يبقى الشيخ محمد نور الحسن وكيل الأزهر سوداني ويبقى الأستاذ الكبير الشيخ عيسى منون عميد كلية الشريعة في الأزهر الشريف يبقى فلسطيني وقبل هذا بأزمان الإمام الكبير الشيخ حسن العطار والده مغربي الإمام الكبير الشيخ محمد بن محمد بن عبد القادر الأمير المعروف بالأمير الكبير أجداده مباشرة من مدينة مازونة في الجزائر وكتب عنها المهدي البو عبدالي مؤرخ الجزائر بحث عن علاقة الجزائريين بالمصريين من خلال الشيخ الأمير الكبير الذي هو مازوني الأصل الجزائري ثم صار هو شيخ العلماء الأزهرين في مصر ووالده كان أميرا في ناحية من نواحي الصعيد نقرأ ايه من هذه الوقاعة المتتالية أن الأزهر مش مؤسسة مصرية ولا أنها مؤسسك تتيح الصعود الوظيف فيها والصعود المراتب ليش الوظيف للكفاءات فحسب هو الأزهر بلا شك مؤسسة مصرية مصرية الكرم والصناعة والوجدان والمكان يعني مصر هي التي تحمل الأزهر الشريف على أكتافها وهي التي توفر كل متطلبات الأزهر الشريف ليكرم أبناؤه لكن الأزهر عالم الرسالة عالم الأداء عالم المزاج ويظل يعني راسخ الأصول والجذور في مصريته وكل ما أمعن في مصريته ازداد عالمية وتألقا بين الأزهر الشريف وبين مصر علاقة الابن بالأم الأزهر الشريف ابن بار بأمه الكبرى مصر ومصر قدمت للأزهر الشريف كل وجوه الإكرام التي يكرم بها أبناؤه وأبناؤه وضيوف مصر في الحقيقة ليكون الأزهر أحد المؤسسات المصرية الكبرى والواجهات المصرية التي تصنع بها مصر هذا العطاء والأزهر الشريف حشد كل هذا الحب الذي رسخ له في قلوب الناس فتوجه إلى مصر من ثم هي علاقة شديدة الترابط والتمازج بهذه الصورة بس المشهد اللي أنا عايز أقف عنده من وراء كل هذه الأمور هو اتساع الأفق المصري أنا أذكر واحد من شيوخنا من علماء سوريا اسم الشيخ محمد سعيد الكحيل اتصلت به وهو في أخريات أيام تؤفي من حوالي 15 سنة ولا شيء وزرت منزل ابنه في مدينة حمص في سوريا يمكن سنة 2007-2008 لما كلمته بقول له أنا فلان الفلان من الأزهر من مصر قال لي ده أنا درست في مصر وتخرجت في الأزهر وتعينت مدرس في قرية في الصعيد في سهاج اسمها قرية برديس في مركز البليانة محافظة سهاج ودرست كم سنة هناك إلى 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 أن يموت وهو يظل أنه مش بس جه مصر فالأزهر الشريف أكرمه وعلمه ده أكرمه وعلمه ووظفه وبعته هناك الصعيد فعاش ما بين أهله من المصريين ولذلك إحنا كمصريين برضو مما ينعكس على هذا المعنى يوم جه الأشقاء الكرام من سوريا على سبيل المثال رفضنا كمصريين أن إحنا نسمي أشقاءنا لاجئين وقلنا دول ضيوف مصر ويعيشوا معنا في نفس حياتنا وأنا تقاسم اللقمة إذن هذا هذا امتداد للمعنى اللي إحنا بنتكلم في ده الشيخ محمد نور الحسن ده في الحقيقة حكاية لأنه مش بس تتعلم في الأزهر ورجع مصر ده عمل حاجة تانية أغرب من كده عايزة تقول حاجة وجه الغرابة ممكن نتركه بعض الفاصل بكل سرور بعض الفاصل والشيخ محمد نور الحسن والسودان الشقيق فابقوا معنا أهلاً وسهلاً بحضراتكم الدكتور أسامة والشيخ محمد نور الحسن أيوة إيه الوجه الغريب أو الشيء الغريب اللي عمله الوجه الغريب فيه أنا عايز كمان يعني أعد بسرعة على على أشياء ومحطات في حياته هو سنة 1950 بعد ما تخرج في الأزهر عين مديراً لتفتيش العلوم الدينية والعربية سنة 52 عين وكيلاً للأزهر الشريف يعني الرجل الثاني في الأزهر سنة 54 عين وكيلاً لوزارة الإرشاد القوم المصرية اللي هي وزارة إيه بالعرف المعاصر؟ وزارة الإعلام أيام كان عبدالقادر حاتم يعني يؤسس نظرية في الإعلام وله مؤلفات في هذا الباب سنة 58 صدر القرار الجمهوري من الرئيس جمال عبدالناصر بعودته وكيل للأزهر مرة أخرى يعني يتنقل ما بين وكيل وزارة الإعلام ووكيل الأزهر الشريف وقبلها يدرس في المعاهد الأزهرية كما حصل على عضوية مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف الملمح الطريب فيه يعود إلى حاجتين الحاجة الأولى أنه راح درس في معهد أسيوت ودرس في معهد الزأزيق ثم انتدب إلى القسم الابتدائي في الأزهر ثم القسم الثانوي ثم القسم العالي فلما نشأت الكليات درس في كليات اللغة العربية ودرس الكتب الكبار في علوم اللغة العربية لحد ما بيقول قمت بتدريس طلاب درجة الأستاذية وخرجت ست أجيال من طلاب الأستاذية ده ملمح أنه درس في أسيوته ودرس في الزأزيق وبقى وكيل الوزارة وبقى وكيل الأزهر الشريف فين الملمح التالي العجيب تمصر فتبصر ده ده هذا نموذج صارخ لأنه رجل تمصر فتبصر لما قامت ثورة 19 بيقول إيه هو في مذكراته اللي بيحتيها عن نفسه بيقول وعندما قامت الثورة المصرية بزعامة سعد باشا زغلول ضد الإنجليز كانت غرفتي في رواق السنرية في الأزهر مركز لقيادة الثورة في الأزهر الشريف يعني من غرفتي كان قادة ثورة 19 يخرجون ليلهموا مشاعر الجماهير أن هبوا لإنقاذ وطنكم من براثن الاستعمار يعني إلى هذا الحد امتزجت السودان ومصر وانصهروا فصار يحابي على مصر ويدافع عن مصر كدفاعه عن السودان الملمح ده كم راقني وكم أطربني الشيخ محمد نور الحسن بيقول إيه؟ بيقول أدخلني والدي الكتاب ولما بلغت سن 12 سنة أتممت حفظ القرآن واتصل بعلماء أم درمان فسمع منهم عن مكانة الأزهر فسافر إلى مصر وسنه 14 سنة شوف إزاي يأتي إلى مصر لتتفتح إنه وسنه 14 سنة طيب بيقول لم تكن لي سابق معرفة بأحد من طلاب العلم من السودانيين ولم يكن لي مرشد ولا ولي أمر ولكن رغبة الصادقة في تحصيل العلم شوف الصدقه رغبة الصادقة في تحصيل العلم هي التي جعلتني أنقطع لتحصيل العلم فمكثت ثلاث سنوات لا أخرج من الأزهر قط حتى في الإجازات الصيفية ولا أعرف شيئا عن معالم القاهرة إلى أن وفقني الله للاتصال بالمرحوم الشيخ مصطفى حامد الذي كان من العلماء المبرزين في علم المنطق والفلسفة واختير للقضاء وعن طريقه عرفت المرحوم الشيخ محمد علي البراد السكندري وكان من كبار العلماء مع الخلق العالي والتقوى والصلاح فلزمته حتى تخرجت به وكان لي بمنزلة الوالد أنا يعني أريد أن أحيي الشيخ مصطفى حامد أريد أن أحيي الشيخ محمد علي البراد السكندري أريد أن أحيي المصر التي يعني استقبلت هذا الوافد الكريم وأكرمته واعتبرته ابن من أبنائها فبادل الحب بالحب والوفاء بالوفاء لما عني السوداني دكتور نعم لما عد للسودان هو لا ظل في مصر إلى أن توفي يعني خلاص جاء إلى مصر وانقطع فيها بس أهدى مكتبته إلى المعهد العلمي في أم درمان في السودان فقام زملائه وشيوخ السودان من بعد على نقل المكتبة وكانت 1453 مجلد من أمهات الكتب فنقلوها وأرشفوها واثقوها وأسرته تقوم عليها إلى الآن الشيخ محمد نور الحسن حفزه الشيخ مصطفى المراغي أن يقدم لعضوية هيئة كبار العلماء والشيخ محمود شلتوت كان حبيب وصديق له فقعدوا يقولونه اكتب يا شيخ نور الحسن اكتب عشان تنال عضوية الهيئة فيقول لسيدنا الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر يا مولانا ما هو الحمد لله يعني أننا الدرجات العلمية يعني شوف مزال التحفيز ونيل الدرجات العلى يعني الود على أكمل صورهم لحد ما قالوا له لا اكتب كتاب فكتب كتاب في تفسير صورة النجم وبه نال عضوية هيئة كبار العلماء في الأزهر قادي صورة للمرحوم الشيخ محمد نور الحسن قادي صورة لكتابه في تفسير صورة النجم لصاحب الفضيل الشيخ محمد نور الحسن رئيس التفتيش بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية ووكيل الأزهر الشريف الأسبق أنا أجعل حياة هذا الإمام الجليل والعلم الكبير رمز من أوثق العرى التي تربط مصر بأشقائها والتي تقدم نموذج فاخر لرجل من الرجال الذين صدقوا إذن يعني الأغنية السودانية الأشهر مصر يا أخت بلادي يا شقيقة اللي الواحد يسمعها دائما في السودان الأول ما يروح يتقاله يا ابن النيل صحيح كل ده جزء من مشهد صنع وحيكة بمرور الزمن وبتقدم الأحداث وبتواتر وقائع المودة الشاعر محمد سعيد العباسي الذي يشبه عند أشقائنا في السودان بمحمود سامي باشا البورد له ديوان شاعر وله قصيدة في مصر وقد درس في مصر بيقول مصر وما مصر سوى الشمس التي بهرت بثاق بنورها كل الوراء والناس فيك اثنان يخاطب مصر والناس فيك اثنان شخص قد رأى حسنا فهام به وآخر لا يرى وآخر لا يرى لا يهتدي إلى موضع الحسن رحم الله الجميع وآخر لا يرى لا يهتدي إلى موضع الحسن موضع الحسن هي مصر غدا نلقاكم إن شاء الله وحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر